تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة آسف على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي في إطار مشروع فردي يهدف للمساس الخطير بالنظام العام وذكر بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن البيعة للأمير المزعوم لتنظيم داعش وانخلط بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد أهداف مخططه الإجرامي والمتمثلة في استهداف موظفين عموميين باستخدام أساليب الإرهاب الفردي وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر مكنت من حجز شريط مرئي يتضمن بيعته المزعومة لتنظيم داعش ويشهد فيه على عزم الالتحاق بمعسكرة القتال التابعة لهذا التنظيم ترجمة نانسي قنقر